انه احدث قرار اتخذه الرئيس الفنزولي ايغو تشافاز شراء الدولة متاجر في كاراكاس وهي خطوة تخذها مباشرة على التليفزيون خلال برنامجه الاسبوعي مرحبا بالرئيس اترون هذا البناء انه متجر مجوهرات خاص وسوف نقوم بتأميمه سيمون بوليفار عاش هنا بعد الزواجة وسوف نؤممه اوامر البيع الالذامية لاصحاب المتاجر تعني انه صباح الاثنين يجب ان يحزموا امتعاتهم ويرحلوا عن المباني التاريخية التي يشغلونها خطاؤهم امتلاك عقارات ذات اهمية تاريخية للثورة الفنزولية وبعد عقود من عملهم هنا مئات تجار واغلبهم من تجار المجوهرات دوهشوا يوم الاحد كان لدي مؤسسة وبعد الثوان لم اعد املك شيئا لا اعرف اي نوع من الديمقراطية نعيش في ظلها تشافيز ديكتاتور ولكن للرئيس ايضا مؤيدون وبالنسبة لهم يبدو طبعيا وحتى محببا ان تنتقل المتاجر الى خارج المربع التاريخي القديم لن يجوع احد والبلاد لن تسقط في الفوضى بالنسبة لمعارضي تشافيز هذه الخطوة دليل اضافي على سياسة التأميم التي بدأت بالخروج عن السيطرة اما محبوه فيرون انها طريقة بسيطة لحماية تراث البلاد وبينما تتجه فنزولا نحو انتخابات تشريعية حاسمة ستكون هذه الانقسامات حول الرئيس موضع اختبار